موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيب مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد اكتمل الأسبوع الثالث من حرب احتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هذه الحرب المستمرة والتي أدت لاستشهاد آلاف الفلسطينيين وجرح ما يقوب من عشرين ألفا حتى الآن مع هذه الحرب تجددت الأسئلة وطفت على السطح الكثير من الأسئلة حول ما يمكن أن يقدم لهذه القضية المركزية لدى كل مسلمين وما يمكن أن تلعبه كل جهة من طرفها لتقديم هذه القضية لإعادة إحيائها في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نسلط الضوء على ما يمكن أن تلعبه المركزيات النقابية الاتحادات النقابية في مجال التعليم المعلم الأستاذ في إحياء هذه القضية في غرسها في الأجيال في التذكير بها في جعلها مركزية لدى الأجيال التي تعمل هذه النقابات والمعلمين والأساتذة على تنشئتها نستطيف للنقاش مشاهدين الكرام في هذه الحلقة محمد عبدالله والبينا وهو عضو الحراك النقابي لإصلاح التعليم هذا الحراك الذي كان قد نظم أمس ندوة ناقشت إشكالات التعليم لكنها تضمنت أيضا بيانات منددة بما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة وعبر الحراك من خلالها عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي كامل فلسطين ومع المقاومة الفلسطينية أهلا بك أستاذ محمد عبدالله شكرا على تلبيت الدعوة الحرب على غزة ومعركة طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام وكتائب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أعادت طرح الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بهذه القضية أعادت إحياء القضية لدى المسلمين في كل بقاع الأرض وأعادت قضية فلسطين إلى واجهة الأحداث إلى واجهة النقاش في كل مجال فيما يتعلق بالتعليم والإعلام والديبلوماسية والسياسة وغيره أنتم في المركزيات النقابية عبرتم عن موقفكم في الندوة التي نظمت أمس في المواكشوت لكن لا ضير في تجديد هذا الموقف فيما يتعلق بما تتعرض له غزة هذه الأيام شكرا جسيلا أشكر فضائية المرابطين على الدعوة على إتاحك الفرصة للحديث عن غزة قبل أن أستجيب لسؤالكم أريد أن أذكر بأنني جئت هنا أمثل مجموعة تكتلا من الحركات النقابية مع منظمة وطنية لاتحاد رابطات الأباء والطلاب من هذه النقابات التي جئت أمثلها النقابة الوطنية لمستشارين تربويين الاتحادية العامة لعمال التعليم نقابة الملحقين الإداريين نقابة أحرار التعليم نقابة حماية المدرس ونقابة مهنيي التعليم ونقابة مكوني مدارس تكوين المعلمين ونقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني ونقابة الوطنية لمفتشي التعليم الأساسي ومنسقية مؤسسات التعليم الثانوي وآخيرا النقابة الوطنية للتعليم الأساسي سأتحدث بما أوتيت من خبرات متواضعة معكم في شتى الموضوعات وخاصة الموضوع المتعلق بغزة وإذا وفقت فستكون النتيجة لي ولقومي وإذا أخطأت أو قصرت فإني أتحمل المسؤولية أقول وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله أحيي غزة وأحيي فلسطين وأحيي كل مجاهد عن قضية عادلة في العالم وأقول أني أولا والحمد لله أنا مسلم وفرصة تتاح لي ليهبت أني مؤمن أو غير مؤمن والحد الأدنى للإيمان أن ينكر الشخص بقلبه ما هو خطأ ونحن لسنا منكرين وإنما مدينين بشد أنواع الإدانة كل الجرائم الوحشية والبربرية التي ينظمها التحالف الأمريكي الصهيوني ضد إخوتنا في غزة نحيي في غزة بطولتها نحيي فيها دفاعها عن كرامتنا وعن شهامتنا وعن كرامة كل المسلمين والعرب غزة قلبنا غزة هي منطلقنا لتحديد مكانتنا في الإسلام غزة التي تجاهد اليوم عن كل المسلمين والقضية أصبحت تكاد تكون فرض عين جهاد في غزة تحملته فئة قليلة ولكنها ستنتصر بإذن الله إذن موقفنا عبرنا عنه بيانات مختلفة للمركزيات النقابية وللنقابات المهنية وعبرنا عنه أيضا في الخرجة أمس التي تشكل كانت ندوة حول إصلاح التعليم ومساراته نجدد من هنا من هذه المناسبة أننا مع غزة وحب ذا لو هتحت لنا الأبواب لنستشهد في غزة ولنناضل مع أخوتنا في غزة ولكن نؤكد لكل المشاهدين أن غزة ستعود للحياة وتلعب دورها غزة دائما تلد أبناء للشهادة وأبناء للنصر أبناء الشهادة قدمناهم وبقي أبناء النصر وستلد أيضا أبناء جدد سيخرجون لإعادة ترتيب شوارعها ولبناء أبراج أيضا تشكل أبراج النصر هذه المرة بعد الأبراج التي حطمها جهود والصهائنة إذن غزة في قلوبنا وإننا معها ونطالب كل المسلمين في العالم من هذا المنبر وكل من له ضمير حي له ضمير إنساني أن يتعاطف مع غزة وأن يقف إلى جانب غزة ولنا أدوار أخرى سنناقش سنناقش تلك الأدوار التي يمكن أن تقدمها المركزيات النقابية ونقابات التعليم والأساتذة على المستوى الفردي الأساتذة والمعلمين سنناقش تلك الأدوار التي يمكن أن تلعبها خصوصا في أبعادها المختلفة ما يتعلق منها بهذه المرحلة الحساسة وما يتعلق منها بأبعادها الاستراتيجية طويلة الأمد ومتوسط الأمد لكن قبل ذلك نتوقف عند معركة طفان الأقصى إسرائيل أعلنها الاحتلال على قطاع غزة على سكانه دون تفريق بين المقاومة بين المدنيين بين النساء والأطفال بين المستشفيات بين المنازل والمساجد والكنائس هذه المعركة هذه الحرب إلى أي حد تعتقدون في نقابات ومركزيات التعليم أنها عادت أو صححت بوصلت المسلمين وأعادت ترتيبة أولوياتهم باتت الآن نشاهد تقريبا كل عواصم البلدان الإسلامية وعواصم العالم تقريبا كلها وأغلبها تشهد مظاهرات متضامنة مع الفلسطينيين مع سكان غزة أظهرت هذه الحرب حقيقة الاحتلال كشفت حقيقته بات الجميع يدرك أو يعرف أو على الطلاع وإن بمستويات المختلفة بحقيقة القضية الفلسطينية حقيقة هذا الصراع الطويل طوهان الأقصاء هو فعلا سنامي طبيعي لنتاج سبعين عاما من الظلم من الاحتلال من التقتيل من التشريط سبعين عاما من هيمنة الصهائنة على أرض احتلوها بعد أن احرقوا في أرض الغرب بعد المحرقة بعد أن طردوا من فرنسا ومن ألمانيا ومن الاتحاد السوفيد من كل بقاع الأرض طرد اليهود اليهود الصهائنة طردوا من كل أنحاء العالم على أن لهم وطنا هو فلسطين هو وموعدهم ولكن شعب الجبارين أراهم وسيريهم أن هذه الأرض أرض مسلمة أرض لأهلها وينظلموا فيها وينشردوا وينقتلوا سيبقون فيها وسينتصرون وجاءت حرب الطوفان الأقصى لتغير بوصلة العالم كله لأننا في الأعوام الماضية كنا نعد لمهزلة تسمى الديانة الواحدة المزورة وهي الديانة الإبراهامية جاء الطوفان ليثبت أننا مسلمين وأن الديانة الإبراهامية لا وجود لها جاء الطوفان ليثبت أن الغرب لا عهد لهم ولا ذمة وأن كل الاتفاقيات التي أبرمت مع السلطة الفلسطينية هي اتفاقيات كاذبة وخادعة وجاء الطوفان ليثبت أيضا أن حقيقة نية الغرب كانت هي أن تحتل فلسطين بكاملها وأن يتمدد الاحتلال لعادة ترتيب الشرق الوسط الذي يعد له منذ عشرين سنة جاء الطوفان ليقول أيضا إن من قتلهم الغرب وهم من كانوا يقفون في وجه الاحتلال الصهوني من الرسائل القلة الذين كانوا يمثلون قوة المناهضة للغرب قتلوهم وخربوا بلادهم وجاء الطوفان ليهدث أن الشعب الفلسطيني سيبقى وإن مات الصدام وإن مات غيره من الذين كانوا يدافعون على القضية فالشعب أرضه تلد البطولة والطوفان جاء ليهدث أن تلك المعادلة غير صحيحة وأن النصر حليف المظلوم وخاصة إذا كان المظلوم فلسطيني وكان مؤمنا بأن الشهادة خير من البقاء في الحياة إذن هؤلاء الذين يحرصون على حياتهم ثبت لهم بأن قلة قليلة استطاعت أن تغير مجرى التاريخ في ساعات قليلة مواطنون جياع يعيشون تحت الأنفاق ومع ذلك استطاعوا أن يطردوا جيشا من أكبر الجيوش وأن يغيروا نظرة العالم حولها الجيش الذي لا يقع فقد قهره أبناء غزة أبناء بعض من أبناء غزة في ساعات قليلة وهم ما زالوا كذلك وسينتصلون بذن الله إذن خارطة أيضا طوفان أثبت للمطبعين أن طريقهم بائس وأنه لا مجال للتطبيع وأنه لا مجال هذه الحرب هذه المعركة معركة طوفان الأقصى كشفت أن هناك مناصرون للقضية الفلسطينية هناك مؤمنون بعدالة هذه القضية هناك مستعدون للتضحية بوقتهم ومالهم وجهدهم ودمهم إذا أمكن ذلك دفاعا عن هذه القضية مناصرة لها لكن هل هذا الشعور هل هذه الحالة التي نشهدها الآن في البلدان الإسلامية في دول غربية عديدة يمكن أن تستمر هذه الحرب في نهاية المطاب ستنتهي سيعاد إعمار قطاع غزة سيشفى المصابون لكن هل هذه الحالة حالة الشعور التي نعيشها الآن يمكن أن يحافظ عليها بعد هذه الحرب باعتقادك طبعا هو الإيمان أو لا يكون المؤمن لا يتخلى عن مبادئه أمدا مبدونا أن قضيتنا عادلة مبدونا أن أرض أرضنا وأن المقدسات مقدساتنا إذن مهما كان الأمر سننتصر وهو وعد من الله تبارك وتعالى إذن نحن نؤمن حق الإيمان أننا منتصرون قصر الزمان أو بعض نحن سننتصر بإن الله تعالى نحن نريد أن نعيش هذا النصب ولكن أيضا نعطي الاحتمال لأن يعيش هو أبنائنا من بعدنا إذن هي قضيتنا ونحن إن شاء الله إليها عليها مواصلين وبإيماننا متمسكين طيب ننتقل الآن إلى الموضوع الرئيسي عندنا في هذه الحلقة هو آلية ما يمكن أن يقدم من دعم في هذه المرحلة وعلى المستوى التراتيجي من المركزيات النقابية من المعلمين من المدرسين الآن غزة تحتاج تحتاج إلى الدعاء تحتاج إلى تبرعات تحتاج إلى جهد كل مسلم في أي نقطة تحتاج إلى جهد أي إنسان بالنسبة للمركزيات النقابية ما الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من عمر قطاع غزة قبل أن أتحدث عن ما يقوم بما يمكن أن يقوم به النقابيون دون تحديد المركزيات أريد أولا أن أطمئن أو أطمئن نفسي وأشكر أيضا هذا الموقف الشجاع للشعب الموريتاني بكامله في أول قضية أعيش فيها وحدة كاملة لمشاعر الشعب الموريتاني وهي قضية غزة بدءا برئيس الجمهورية ومران بحكومته وانتهاءا بالأحزاب السياسية والحركة الجمعوية وفي طلعته الحركة النقابية إذن هذا هذا موقف أنا أشكره ويشجعني ويزيد الأمل أيضا وقوة إيماني في أن طريقنا إن شاء الله طريق سالك ما بالنسبة لقضية قضية غزة وقضية الشعب الهلسطيني هي قضية استراتيجية قضية ملازمة للنظام التربوي لا بد أن تكون غزة في قلب المنهاج التربوي لا بد أن نربي كل أبنائنا كل أطفالنا على قضية الفلسطينية أن يعرفوا خارطة الفلسطين أكثر من معرفتهم لخارطة موريتانيا لأن في فلسطين المجسد الأقصى وهو إحدى مقدساتنا الكبرى ذلك الحرمين الشريفين إذن المنهاج التربوي إذا تمكن من أن ينجح في أن يربي أبناء على القضية الفلسطينية فإننا نكون قد نجحنا في ما يجب علينا وما يجب علينا هو مساندة الشعب الفلسطيني ومؤازرته ونوقوف معه حتى النصر الحركة النقابية هي حركة قادرة عادة على تحريك الشارع وعلى تعبئته ودرها أن تحرك الشارع وتعبئه وإن لم يكن هذا بنفس الدرجة التي كانت في السابق فالحركة ما زالت قادرة على أن تحرك الشارع وتهيئه للمواقف الكبرى إذن على الحركة النقابية أولا أن تحرك الشارع وأن تقوده فهي طليعة المجتمع المدني عليها أن تقود هذا الشارع إلى مناصرة القضية الفلسطينية وعليها أيضا بوصفها هنا بالذات مجموعة من نقابات التعليم عليها أن تدرس وأن تعلم الطهلة واجبه الإيماني ومن واجبه الإيماني أن ينتصر لما ينتصر له النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب لأخه فكيف إذا كانت القضية إذن هذه القضية يبغي أن تكون من ضمن الأولويات في نظامنا التدريسي اليومي عندما نرفع العلم علينا أن نحدث يوميا في المدارس عن نصر الشعب الفلسطيني أو مناصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية كذلك نحن كمسلمين من أسلحتنا القوية الدعاء علينا أن نتهز الفرصة إن نشيع في كل الناس أن الدعاء هذا زمنه وهذا وقته ونسأل عن وقات الاستجامة فندعو الله بالنصر لأخوتنا الفلسطينيين في غزة وفي غيرها طيب ما يتعلق بما يمكن أن يقدم للفلسطينيين في سكان غزة يمكن أن نقسمه إلى مجموعة مجالات متعددة إلى مجالات أو مجموعة من المحاوث هناك ما يمكن أن يقدم الآن في هذه المرحلة التي تحتاج فيها غزة إليه وهناك ما يمكن أن يقدم للقضية الفلسطينية على المستوى الاستراتيجي لو بدأنا بالحاجيات اللحظية والأدوار التي يمكن أن تلعبها المركزيات النقابية طبعا كغيرها من الجهات المختلفة التي تساهم هي الأخرى من ناحيتها ومن زاويتها في دعم سكان غزة ومؤازرتهم ولعب دورها في نصرتهم الأدوار مختلفة جدا ومتعددة وتتطور وتطور الزمان والمكان هذه القضية التربوية هي قضية استراتيجية وقضية آنية أيضا يمكن أن نقوم بها حالا قضية الدعاء التي تحدثنا عنها ولكن أيضا الفلسطينيون جائعون دعونا نقدم لهم الطعام الفلسطينيون محرومون من الماء علينا أن نبحث عن الطريقة التي وقدم لهم بها الفلسطينيون يحتاجون إلى تصحيح نظرة المجتمع الدولي لمضعيتهم وهذا التحالف الصهيوني الأمريكي يدعي اليوم أن الأطفال أن الأرقام التي تقدمها غير صحيحة علينا أن نقدم لرأي العام أمام المنظمات الدولية ومثلياتها على الرقام الصحيحة ونثلتها لهم وقادرنا على ذلك هناك أيضا نحن نعرف أن الشعب الموريتاني عبر التاريخ كان مناصرا للقضية الفلسطينية أنا في حرب 67 أتذكر أن أن النساء الموريتانيات أخذنا ما عندهن من حلي من ذهب مفضة وغيره وقدمناه للتبرعان ذاك للفلسطينيين وهذا لدي ذنهم دائما وعلينا أن نقدم ما لدينا من ما يمكن أن يساعد الشعب الفلسطيني والشعب في غزة خاصة اليوم إلى أن يستعيد حياته ويستعيد كرامته من مال وجاه ودعاء وغير ذلك هناك قضية سياسية نحن أيضا كحركة نقابية علنا أن نؤثر على الرأي العام الدولي نخلق رأي موحدا الرأي العام الوطني نخلق رأي موحدا حول هذه القضية وهذا مهم جدا وأن نتبنى هذا بشكل مستمر إلا بشكل مؤقت في مناسباتي القضية قضية مستمرة منذ السابع من أكتوبر هناك هناك مؤشر عام أنه الشعب الموريتاني بمختلف مكوناته واختلف الأعمار واختلف الأجناس والفئات أنه هناك تضامن واسع مع القضية الفلسطينية في الوقت ما قبل السابع من أكتوبر كانت هناك بعض الأصوات التي تقول بأن حضور القضية الفلسطينية لدى الشارع العربي ولدينا هنا في موريتانيا لم تعد بذلك المستوى من الأولوية في ترتيب أولويات الشارع الموريتاني لدى الفرد الموريتاني خصوصا في هذه الأجيال الصاعدة التي لديها أولوياتها الخاصة واهتماماتها الخاصة في ظل غزو الإلكترونيات والتطور التقني لها وما يمكن أن يلعبه ذلك في تغيير عقلياتها وترتيب أولوياتها لكن جاء السابع من أكتوبر ليؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة لدى الشارع الموريتاني في رأس سلمي أولوياته في أعلن السابع من أكتوبر أعاد القضية للواجهة والواقع أن النخبة تعيش كانت سباتا في قضاياها الكرة وهذه حقيقة بمبغي أن نعترب بها نخبتنا الوطنية لم تعود النخبة التي كانت تتبنى القضايا الوطنية القضايا الكبرى القضية الفلسطينية كانت قضية مركزية بالنسبة للجميع ولكن شغلنا عنها وأشغلتنا عنها الاستراتيجيات الدولية لطمس معالم القضية الفلسطينية نحن في السنوات الأخيرة كنا نعيش ما إذا كان الدين واحدة أو أربع ديانات أو خمسة أو عشر وجاءتنا ديانة جديدة وقال لها ديانة الإبراهيمية هذا أشغلنا لأننا أصبحنا في منافسة مع إيديولوجيات جديدة بالرغم من ذلك جاءت جاءت السابع من أكتوبر ليعيد القضية إلى الواجهة قضية الفلسطينية وبالتالي أنا أعتقد أن النخبة في انتكاسة النخبة الوطنية والنخبة العربية والنخبة الإسلامية في انتكاسة وجاء السابع من أكتوبر ليعيد إليها الذاكرة هي كانت في صدمة كانت في انتكاسة غريبة فكرية لكن هل يمكن لدينا هنا في موريتانيا هل يمكن أن نحافظ على ما يمكن أن نصفها بهذه الصحوة التي أحياها السابع من أكتوبر بعد انتهاء بعد انتهاء هذه هل يمكن أن نحافظ على هذه الحالة لست متفائلا إذا لم تتدخل الإرادة السياسية والتربية الإرادة السياسية عادة ما تقود الرأي العام عناه أن القضية إذا كانت الدولة تتبناها وكانت القيادة الوطنية تتبناها ستكون هناك مجموعة من النخب كتب عليها أن تلتحم بما أرادته القيادة الوطنية وهناك نخب أخرى تتبع للتربية أي أن التربية تربتها وكونتها على أن تتبنى قضايا معينة وبالتالي الجمع بين الإرادة السياسية والتربية ودور طويل الأمد يضمن لنا أن تكون هذه القضية قضية حاضرة بشكل مستمير وكيف نعمل أو نحقق هذا الهدف أن القضية الفلسطينية قضية الأمة المركزية تبقى محافظة على موقعها متصدرة لأولويات الفرض ولدينا هنا في موريتانيا نتحدث فيما يتعلق بالإرادة السياسية الموضوع يبدو واضحا لكن أين دور المركزيات النقابية التعليمية في إبقاء هذه القضية على رأس سلم الأولويات لدى الأجيال الموريتانية وهي التي تتولى عن النقابات موضوع تربيت الأجيال وترتيب أولويات أسمح لي أنه صحيح بعض المفاهم قليلا حركة نقابية دورها ليست دورة تربوية المحط لأن الذي يغلب على دورها هو الدفاع أنا هنا لا أتحدث عن النقابات بمفهومها النقابي أتحدث هنا عن النقابات بمعنى أنها تجمع للأساتذة وللمعلمين نعم نعم ولكن في النهاية هذه التجمعات أيضا تقودها انتماءات سياسية إذن هذا ما يجعلني أقلت لك أن لدي إن لدي تخوفا فإذا اجتمع الدور السياسي والإرادة السياسية والدور التربوي سنكون بإذن الله متمكننا من أن توقع القضية وحاضرة ما في ذلك أما إذا اختفى ذلك فإن حالتنا التي نعيش في ارتكاس النخبة يجعلني لا أطمئن كثيرا لا أطمئن كثيرا ولكن مع ذلك تبقى ويبقى دور النقابات دورا محددا لأنها دورها دور نخبوي وهذا الدور النخبوي إذا ظل حاضرا فإن القضية يتفاعل لها إذن بذلك مشاهدنا الكرام نأتي وإياكم على أختم هذه الحلقة من برنامج المشهد خصصنا هذا النقاش لما يمكن أن تلعبه النقابات التعليمية في دعم القضية الفلسطينية في أبعادها الاستراتيجية وفي موقعها الحالي وغزة تتعرض للعدوان الإسرائيلي وقد أكمل أسبوعه الثالث شكرا لكم مشاهدنا الكرام وباسمكم جميعا أشكر عضو الحراك النقابي لإصلاح التعليم محمد عبدالله والبيناء شكرا لكم على كرام المتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج هذه تحياتي وتحيات فريق العمل السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة